كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة هنحكي قصة الأسد المغرور والفار الصغير كان فيه غابة جميلة وفيها صحاب كتير زي السنجاب والأرنب حتى السعلب صاحبهم كان طيب وفي يوم من الأيام راح الفار للأسد وقال له يا ملك الغابة ممكن نبقى صحاب اصحاب ايه يا فار انت انت مش شايف شكلك عامل ازاي انا الأسد انا ملك الغابة انا بصحب النمور والقصودة والسبوع وكل العيوانات الكبيرة انما انت يا فار عايز تبقى صحبي على فكرة يا ملك الغابة انا مش ضعيف متشكر جدا معادش الله الفار كمان عايز يصحب ملك الغابة وفي يوم من الأيام ظهروا صيادين بيتمسوا في الغابة وهم ماشيين ما لقوش اي حاجة يصطدوها واحد من السيادين جد في دماغه فكرة وهو بيقول ما ديجي نحط هنا فخ وشبكة كبيرة علشان لو اي حيوان عد من هنا يقع في الشبكة دي ونيجي نقتله وناكله ونسلخه وبدأوا السيادين يهدوا الشبكة على الارض عشان يصطدوا اي حيوان انا ملك الغابة مفيش حدي اقوى منه ايه ده ايه ده في ايه ايه ده مين ده خلقوا هنا انحقون ايه انقذون ايه وفضل الاسد يصوت يصوت كتير لكن محدش سمعه وبعد شوية الفرس سمع صوت الاسد وهو بيصوت وطلع يجري على مكان الصوت لأ الاسد متعلق وقدين مربوطة في قلب الشبكة ورجلين فيه ايه ملك الغابة مين اللي عمل فيك كده ومين اللي حبستك في الشبكة دي مش انت اكبر واحد في الغابة وتعرف تساعد نفسك وريني بقى هتطلع نفسك من هنا ازاي عرفت يا ملك الغابة عرفت ان كل الناس بتحتاج مساعدة من بعضها بعد كده يا ملك الغابة ما تبقاش مغرور طب طلعني طلعني بسرعة طلعني ارجوك طلعني قبل ما الصيادين يجي اتلوني ارقد الشبكة باسنانك الصغيرة وطلعني بسرعة يجي يموتوني عرفت يا ملك الغابة عرفت ان اخرت الغرور وحشة عرفت ان كلنا بنحتاج لبعض وبنحتاج اللي احنا نصاحب بعض ونساعد بعض عرفت ان كل واحد لما يبقى مجرور مش هيلاقي حد يساعده ومسيره يقع في مشكلة ومش هيلاقي حد يطلعه منها عملت ايه دلوقتي انت بكبرك وعضلاتك وجسمك الكبير عملت ايه دلوقتي بنيابك اللي ممكن تأكل اي حد في الدنيا انا هتطلعك يا ملك الغابة عشان انا بعتبرك صاحبي شكرا يا فار شكرا يا صاحبي انت انقصتني من الصيادين كان زمانهم هيكلوني بسنانك الصغيرة وجسمك الصغير فعلا القوة مش كل حاجة انت اثبتلي فعلا ان انا ممكن احتاج لاضعف المخلوقات واحنا دلوقتي يا صاحبي نتعلم ان احنا ما نبقاش مغرورين بشكل الاسد لان اخرت الغرور هتوقعنا في مشكلة عمر ما حد بقى مغرور واخرته كانت كويسة واي حد عايز يصاحبنا او اي حد يجي جنبنا لازم نحبه لان كلنا اخوات ولازم نبقى قلبنا على بعض ونحب بعض اكتر من كده لان اي ابن ادم مغرور اخرته شر واخرته وحشة لكن البن ادم كويس زي الفوري الصغير اخرته حلوة وكويسة ومش بيقع في اي شر